إنه امتياز أن نكون هنا بهذا الصباح ومتشارك كلمة الله لنا دعونا نقرأ صف الأعمال الإصحاح 20 لعداد 17-24 كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابطني بمكايد اليهود كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح والآن ها أنا أذهب إلى أوروشاليم مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن روح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله آمين آمين فكمسيحي نسأل السؤال كيف أنا أكون مسيحي أفضل لأننا نحن نعيش لمجد الله فهذا سؤال صريح ومهم جدا كيف يمكن أن أكون أفضل وبولوس يتعامل مع هذا السؤال في هذا المقطع تحديدا الرسول بولوس كان عائدا من الرحلة الثالثة ففي أول رحلة توقف في مدينة تدعى أفاسوس أفاسوس في أيامنا هذه موجودة في تركيا وكانت مدينة مهمة بعد ذلك الوقت وهو أمضى سنتين ونصف في أفاسوس وزرع كنيسة وكانت كنيسة جديدة في أفاسوس ومن ثم غادر أفاسوس وتابع رحلته والآن هو عائد إلى أرشاليم وهو علم أنه عند وصوله إلى أرشاليم كان فيذهب إلى السجن وهذا الأمر أعطى له كنبوة من أحد الأنبياء فما في أي فرصة أخرى لا يتلعى بأخوة أفاسوس إلا هذه الفرصة التي هي موجودة فهو توقف في ميناء اسمها ميناء ميلتوس التي هي موجودة حتى يومنا هذا وهي تبع 60 كم من أفاسوس ومن هناك أرسل رسالة إلى قادة الكنيسة وقال لهم رجاء تعالوا فلنتحدث والمشايخ وقادة الكنيسة لابوا الدعوة وأتوا وكان في حديث راء معهم وفي هذه المحادثة تعامل مع السؤال كيف أكون مسيحي أفضل فهذا سؤال مهم ومعاصر لنا جميعاً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر